استقبل الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا اليوم بصنعام مدير مكتب جمعية العون المباشر باليمن معالي سعود العصعوسي جرى خلال اللقاء استعراض المشاريع التي تنفذها المنظمة في بلادنا وآفاقها المستقبلية والاحتياجات التي تغطيها وآليات عمل تطويرها وإمكانية تقطية احتياجيات مشاريع مياه الشرب في محافظة الحديدة وفي اللقاء عبر رئيس اللجنة العليا عن التقدير البالغ الذي يكنه اليمنيون لدولة الكويت وشعبها الكريم وجهودها الدائمة لمساندة التجارب لتجارب التنمية والنهضة في بلادنا خاصة منذ منتصف القرن الماضي ومبادرتها الحالية في احتضان مشاورات السلام التي تحرص الكويت وقيادتها الحكيمة على نجاحها مشيدا بعمل وجهد جمعية العون المباشر في بلادنا اشتركوا في القناة